تسعة عشر عاماً مضت على غياب ياسر عرفات وظل يولد كل يوم حي في قلوب الذين يتطلعون إلى الحرية صامد على ناصية الشهادة وأينما كانت يكون ولطالما ظلت تخطئه الصواريخ عندما كان يتجول بين مباني بيروت في غزو عام 82 ضحك منها ساخراً كما ضحك منها عندما حصلته في المقاطعة في هجوم العام 2002 ظل واقفاً على ناصيته نفسها يردد قوله الشهير شهيداً رحل عرفات وظلت أصابع النصر مرفوعة بين يديه شامخاً يتبعه الشموخ ابن القدس وغزة ابن حاراتها وترابها وابن لهجة جوارها المصري سريع البديهة نافذ البصيرة وقادر على تقص الأفق غزة اليوم لا تزال تحرس الحلم أمينة على وصية راحلها الكبير ترى روحه ترفرف بين الشوارع ومن تحت الركام تواجه أعتى آلة عسكرية في المنطقة ولكنها تخرج من تحت الأنقاض لتمد يدها للمقاتلين على خط الدفاع الأول تمدهم بزاد العزيمة والإرادة تناطح القوة بالفداء والحطام بالأمل عرفات الذي ظل يتحدى الانكسار أورث غزة صلابته وورث منها ولو أنه كان حياً لوجدته بين ركام المباني مثل ما كان في بيروت ولكن صوته أعلى من قرقعة الانفجارات حتى ولو ظلت تطارده الصواريخ حاضر في غيابه ليكشف فضاعة مأساة الغائبين في حضورهم شهيد حي ينازل الانكسار بالمقاومة بينما تشيح غزة بصرها عن كثير يناطح الطواحين بسيف من خشب التراخي ويوم ألقى كلمته الشهيرة في الأمم المتحدة عام 1974 مخاطباً العالم بأحلامه من أجل الحرية والعدالة ومناشداً الضمائر بقوله الشهير لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي تسعة عشر عاماً مضت لا بندقية الثائر سقطت لكن الذي سقط غصن الزيتون حين أطلق عليه الإسرائيليون رصاصة الرحمة لتعود روح عرفات كالعنقاء من جديد ولكن أنا بقول للعالم أجمع أنه محدش بهز شعب الجبارين